مرحبا معكم إبراهيم زقاغ من علمني أب في هذا الفيديو السريع والذي سنتعرفه على طريقة عرض شاشة هواتف الأندرويد على التلفاز طبعا إذا كان لديك هاتف أندرويد فيمكنك أن تقوم بعرضي على التلفاز يعني لمشاهدة الصور أو الفيديو إلى غير ذلك إذا ستدخل إلى هاتف هنا ستلاحظون أنه لديه هاتف من نوع سامسونج لكن يمكنك أن تستعمل أي هاتف يعمل بنظام تشغل أندرويد ولديه كذلك هاتف من نوع سامسونج هنا فسأأتي إلى هنا سأحاول إظهار القائمة العلوية بالسحب نحو الأسفل سأسحب مرة أخرى لإظهار القائمة كاملة بعدها ستلاحظون أنه لدينا هنا Smart View هذا هو الخيار الذي سنقوم باستعماله لإظهار شاشة تهاتف أندرويد على التلفاز طبعا سأقوم على Smart View هنا كم تشاهدون بعدها سيبحث الهاتف ستحدثون أنه بدأ يبحث على الأجهزة التي يمكن أن تعرض الشاشة عليها وستلاحظون أنه وجد التلفاز هنا سامسونج سبعة سيريز سأقوم بإظهار التلفاز هنا ولاحظوا أنه يطلب مني الآن التأكيد هل تريد البدء بيعني عرض الشاشة على التلفاز سأقوم بإظهار البدء ثم سأنتظر قليلا ولاحظوا أنه الآن سيتم عرض شاشة لاحظوا شاشة الهاتف على يعني على التلفاز الآن يمكنك مثلا أن تدخل للصور الفيديوهات إلى غير ذلك وتقوم بتشغيلها مباشرة دعونا ندخل مثلا للصور أصلاحظوا الآن أنه يمكن أن أدخل مثلا للصور يمكن حتى أن أقوم بعرض الهاتف بهذا الشكل ثم سأقوم بعرض الصور إلى غير ذلك لاحظوا يعني يمكن أن تشاهد الصور بحجم أكبر وعرض الفيديوهات إلى غير ذلك من الخيارات لإيقاف البدء يعني إذا كنت تريد إيقاف عرض الشاشة أو مشاركتها ستلاحظون أنه لدينا يعني هذه النقطة هنا بالأزرق أو هذا الرابط بالأزرق أو الزر سأنقر عليه ثم إيقاف المشاركة مؤقتا يعني لا تريد إيقافه بشكل كامل هنا وصبحت حال التحكم بالنسبة لطارد الهاتف إلى ارتفاعه يعني بالنسبة لحجم الهاتف على التلفاز ويمكن أن نقر هنا على قطع الاتصال وسأنقر عليها إذن قطع الاتصال وسيتم قطع الاتصال وإعادة التلفاز إلى حالته يعني العهدية فهذه الطريقة يعني العرض شاشة الهاتف هواتف أندرويد على التلفاز أتمنى أن يكون هذا الفيديو وهذا أحسن نعود في فيديو خاص ليشارك كذلك كيف يمكن عرض شاشة أجهزة الآيفون على يعني على التلفاز لا تنسوا الاشتراك في قناة علمني أبوار أراكم في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة